امال من الشعودية قلت اللهم امين يا رب اللي رمى القطة دي اللهم امين تحصلوا نفس الشيء ديت فاغلعا ما عنده بعدها تقريبا باسبوع فكان حصلت مشكلة جامدة ببيت الست ديت وقام بناء على ابنها كان مصلي وكويس جدا جدا وبيتق الله في كل شيء وبعد كده قام الولد ده بناء على المشكلة قام رمى نفسه فانا الوقت حاسة ان انا جام في الدعوة ديت فا حضرتك استخدر على العظيم لا ما تبقى وليهمك انا فاهم اللي انت قلتيه ويمكن انا اكون الوحيد في العالم اللي حيجاوبك طب اسمعني بس يا دكتور حاضر عناية حاسمع عناية ياختي طب سؤال صغير قد كده تنتوفة انا غلطان ان قلتلك ان انا الوحيد اللي حيجاوبك لانك ما انتش عايزة حد يجاوبك وحتفظلي لاتاتة وعجان يا بيت اسمعي يا بيت اسمعي انا هسألك سؤال صغير اسمعي بس يا بيت رد علي يا امال انت كانين مكالمة دولية انت مش قصد تسأليني الدعوة اللي انت دعتيها لما تحققت تعباكي جدا طب امال ايه بقى? هتكملي ايه? تعملي عمرة غلط ولا الكلام ده له اي لازمة ولا تدعي حتى انا هقولك الاجابة بقولك انا الوحيد يا روح امك وروح جوزك وروح انا كمان يلا. اسمعي يا اختي لما نفتح التمهيد ابن عبدالبره ع الشمال هنقرى اللي هقولك عليه ده واحد من الصحابة اخوه كان مات فليبس جلبيت اخوه الميت فقابله واحد قال له تلاقيك كنت فرحان لما اخوك مات عشان تلبس جلبيته طبعا هو ما كانش فرحان اللي هي التعليقات بتاعتنا احنا ال 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 ربط احنا احنا لما نربط مع بقرياتنا السودة ونخرب بيوتنا انت تلاقيك زعلان عشان انا ما عملتش معرفش ايه انت تلاقيك مأموس عشان لقيت ام هنا حرام عليك يا دجالة يا مفترية مين قالك انه متداق عشان امك هنا متداق في مليون حاجة تداقه ليه حكمتي ليه بايه فقال له تلاقيك فرحان ان اخوك مات عشان انت تلبس الحتة ازاي فرديج فالتاني من غيزه قال له الهي تشوف اللي انا شفته واخوك يموت وتلبس انت كمان جلبيته ومات اخوه وبالفعل واللي حصل كده قال ايه بقى الصحابي الاولاني قال اللي انا بزعم ان انا يمكن من بقايا او قلة او النادر او الوحيد اللي احفظ الكلام ده وفهمه قال ايه صحابي الاولاني اللي هو علاجك يا اختي بتاع العمرة قال ايه قال دعوة وافقت قدرا واورثت بغضا يعني اللي انا قلت ده وافق القضر اخوه كان حيموت سواء انا قلت او ما قلتش فانت قلت اله اللي حامل كده يحصل له مفيش دليل يختي واحد على ان دعوتك استجيب لا كان حيرم نفسه بس انت دي الدعا بتاعك صادف القادر يختي الكلام ده غالي جد لا حيتكلفك بقى عمرة ولا حيكلفك حاجة غير انك تستعيزي بالله وتستغفري انت لقاتلتي ولا لقحتيه عشان تروح تعمليله لكن انا ده على واحد مدايقني مؤذي ولا مش مؤذي ودعوتي انا وافق اكررها تلات مرات ودعوتي انا وافقت قدرا وافقت قدرا وافقت قدرا او ما اروح وعمل له عمرة في فقه الاسلامية بتاع ازمة الفكر اللي حيموتوني حاجة بتقول كده في فقه ان لو واحد دع على واحد وانت قلب مات يعيشته العمر ومتقنب ومتعذب لا يعيش متعذب ومتقنب وانموته وراخر وناخد منه القصاص لما يجيب السكينة واتباحه انما الدعاء يوافق القدر مش يستجاب احفظيها لانها غالية والحلقة دي غالية جدا عشان هذه المكالمة لانها مهمة